طلبت مبادرة انصاف للدفاع عن المعتقلين الموريتانيين في الخارج الحكومة الموريتانية بمنح محمد ولصلاح المعتقل السابق بسجن جوانتانامو أوراقه الثبوتية وصفة منعه من الحصول عليها بغير المبرر وقالت المبادرة في بيان أصدرته إنها تضع رأي العام والمنظمات الحقوقية أمام ما سمتها مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية تجاه مواطن محروم من أبسط حقوقه المدنية وفق ما ورد في البيان ومعنا في سيديو المختار الباب التاح عضو بمبادرة انصاف الحقوقية أهلا وسلم بكم أهلا بكم أعطيك العافية بداية ما طبيعة المنع الذي تحدث عنه البيان بشأن الأوراق الثبوتية لمحمد ولصلاحي بداية شكرا جزيلا لقناة المرابطون على هذه السانحة وشكرا لها على مواكبتها لجميع الأنشطة الحقوقية والعادلة وخاصة ما يتعلق بقضية المعتقلين الموريتانيين في جوانتنا وفي هذه الفرصة وهذا المنبر أذكر لهذه القناة مواكبتها للأنشطة الماضية حتى عاد محمد ولصلاحي وعاد أحمد العبد العزيز إلى وطنهما وتنفس على الأقل جزءا كبيرا من الحرية فهم الآن يعيشان في وطنهما موريتانيا على الأقل خارج جوانتنا محمد ولصلاحي وأحمد العبد العزيز عاد بفضل جهود متكررة نذكر منها جهود الحكومة الموريتانية التي لم تدخر جهدا في استعادة محمد ولصلاحي وأحمد العبد العزيز عاد قبل أشهر لكن عاد محمد ولصلاحي وهو اليوم في وطنه صحيح هو في وطنه ويعيش مع أهله لكن ما هي وضعية محمد ولصلاحي؟ هذا ما نريد أن نلذت الرأي العام الوطني والدوري على وضعيتي محمد ولصلاحي اليوم مسجون داخل وطني محمد ولصلاحي مسجون في العاصمة الموريتانية لا يستطيع أن يتحرك لأن وراقه الثبوتية وهذا هو محل السؤالي ما طبيعة هذا المنع؟ نحن كنا نظن في البداية أنه منع عرضي مثل ما يقع لمعظم المواطنين بحيث أن الإحصاء المدني وأنت صحفي تعلق الإحصاء المدني لديه عراقيل لكن بدأ وللأسف أنه أمر منظم لم يكن أمرا عرضيا وبالتالي فهناك يعني محمد ولصلاحي طالبت منه وكالة الوثائق المؤمنة أن يأتي بالأوراق الثبوتية فجاء بإحصاء 1998 المعتمد وجاء بإحصاء الإخوة وإحصاء العائلة وأخيرا بدأ أن هناك كما يقول المكاتب الإحصاء تقول أن هناك أوامر بعدم توفير هذه الأوراق يعني نحن أمام مواطن حالته حالة نشاز كما كان في السابق وهذه الحالة للأسف تذكرنا بحالة نشاز عندما كان محمد ولصلاحي المواطن الموريتاني الوحيد لكن هذا غير مفهوم يعني هل لديه إحصاء والديه؟ هو موجود لديه إحصاء والديه وإحصاء إخوتي وإحصاء وجميع إحصاء العائلة هذا يحلونا أسألك هل حصل لديكم ما يثبت أن هناك جهات ما تحاول منعه من الحصول على الأوراق الثبوتية وما هدف هذه الجهات؟ من هي وما هدفها برأيك؟ بالتأكيد هناك جهات أمنية لا نتورع إذا قلنا أنها جهات أمنية تحاول منع محمد ولصلاحي من السفر ومنعه من حقه في التنقل محمد ولصلاحي مواطن موريتاني وجميع العالم يشهد أنه مواطن موريتاني محمد ولصلاحي لديه كل الأوراق القديمة التي تثبت أنه موريتاني محمد ولصلاحي أصبح أشعر موريتاني لماذا يمنعونه من السفر؟ نحن نسأل لماذا محمد ولصلاحي يمنعه من السفر؟ لماذا محمد ولصلاحي لم تبادر السلطات الموريتانية؟ وهو قد وجهت له أكثر من دعوة نحن لا نتحدث عن مواطن عادي نحن نتحدث عن مواطن أصبحت كبريات الجامعات الدولية تطالب بمحاضراته فبدل أن تكون الحكومة الموريتانية تكرم هذا الشخص وتطلب منه أن يكون محاضرة وأن يكون باحثا وأن توفر له أبسط حقوقها المدنية وهذا متعمد نؤكد عليها مرة ثانية أنت تتهم الجهات أمنية وتتهم حتى السلطة الرسمية هل حصل مثلا ولصلاحي هل أنتم هل تصلتم في إنصاف ببعض الجهات الرسمية للاستفتاء والاستفسار والتأكد مما يجري أما هي مجرد تكاهنات وتوقع نحن حتى الآن ما زلنا نرجو وهذا أمل أخير ما زلنا نرجو أن يكون الأمر مجرد شكوك ومجرد اتهامات لكن في هذه اللحظة أردنا أن نلفت الرأي هل تصلتم بجهات الرسمية للاستفسار؟ لا لا هو كان من المفروض أن لا نحتاج لهذه الاتصالات هو مواطن طيب يعني هو المفروض أنها خطوة يعني بدل رمي التهم جزافا يجب أن تسألوا تستفسروا تتحروا يعني هو قام بالإجراءات اللازمة التي تسترجم من أي مواطن موريتاني يقدم أوراقه فيعني نحن صمتنا أكثر من شهر الأمر لم يكن اعتباطي نحن نتحدى عن ثلاث أشهر من المماطلة وبالتالي فهناك بالتأكيد هناك نية لعدم يعطاء محمد والسلاحي نحن نريد أن يكون هذا الأمر يعني لم نتخذ الآن إجراءات تصعيدية ولم يكن هناك نرجو أن نتجاوز هذا الأمر لكن نريد أن نلفت أن هناك مواطن موريتاني وليس مواطن كما قلت بهذا الحجم مواطن موريتاني محروم من أوراقه بشكل متعمد وهذا الأمر يعني يتجاوز الحد أنتم تستنكرونه طيب المختار الباب بالتاح وضوهم مبادرة نصار الحقوقية كنت ضيف أنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك